هروح الاول عجبها. آآ وبس هرجع خطوة صغيرة وراه. احنا شكلنا كتيبة مع آآ آآ رائد جمال الدين حفيز. وهي كتيبة النمر. النمر دي الفهدي يعني شنطة ومجموعة ثلاثة. النمر عربية مصفحة. آآ الثواريخ بتركب فوق الكلبات. معي السواق. انا الموجه. اه في فرد ثالث برضو عشان يغزل آآ الثواريخ في وقت ما آآ اه. المهم فتشكلنا هزي الكتيبة. الكتيبة روحنا كيله آآ 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 قلمة آآ الأولاق روحنا في 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 الت delic كبير. واد الملاك عسكرنا هناك. المهم بقيistant. اشتركنا في المشاريع. المشاريع كانت بروفات كئنك بتعبر. في آآ في الخططبة. في حلوان. في آآ في آآ آآ اماكن شب شبه شبه اللي مع مع مضخات المية مع لساتر القرابي. البروفة حقيقية لكن كنا بن نتعفا جدا تعبنا فها اكتر من العبور. قبل العبر تقدمنا خدنا موقع قدام كنت برسم خرايط مع قائد الكتيبة فقبلها بأسبوع رحنا قيادة الفرقة 21 مدرع اللي كنا نتبع لها واللي هي تتبع الجيش الثاني علقت الخرايط اللي أنا رسمها قبلها بأسبوع القادة جايين في في الظلمة قبل الفجر بشوية جم دخل القائد الكتيبة أنا استنيت برة خلق طلع بعدين ايه فقال لي هنتنقل من هنا فعلا اتنقلنا في المكان اللي أنا رسم فيه الخريطة اللي هو على يعني قبل القنال بحوالي 400 متر من ناحية الغرب فعلا يومين 3 كان فيه تمويه بيحصل 4 عربيات تروح يسيبوا عربيتين وترجع عربية عشان لو فيه حد راست انه مشروع عربيت رايحة جاية ونسبت بالنسبة للخطوط بتاعتنا كان معمول اكتر من خط بل لكن بالتباب عشان تمشي بينهم العدو ما رسولك شيء عم عندهم خط واحد اللي هو خط برليف اللي هو اللي عاملينه ده ده محصن واه 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 المهم ما روحنا قبل اه اه احنا وجودين يوم العبور اه كان يوم عادي وما حدش واخد ولا حد يتصور اه انزيوا جابوا الكورة انلعبوا كورة تحت عربية معادية يرموا قصب للناس يمصوا في نفس الوقت اذا لاحظت ان فيه ناس تانية ما 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 بتلعبش اه فيه جانب قاعدين بينفخوا مع وارب مطاطية فيه ناس بتاني بالاحبال اه بالاحبال اه سلالم اه يعني ده ده لفت نظري المهم الساعة 12 اه 11 نص اجمع بقوا يجمعوا برضو مش في توقيت واحد الى ان بعد الساعة واحدة ونص هدوء قاتل لقدرك انك تسمع صفيفة العصافير وهي معادية واحنا قالك البس الشدة فكله فاهم ان ده مشروع زي المشاريع تدريب زي التدريبات اه اه في الحفرة البرملية عادنا في الحفرة البرملية قاعدين صمت رهيب على طوال الجبهة ما تسمع صمت واحدة ونص واحدة ونص صمت رهيب خلاص كان الناس ايه واللي بيستخب تحته واللي معا الاوارب انا مش شايفهم ولكن طبعا لما بدأنا استوعبت انا كنت تحت بلعب كورة وهي شفت دولك اللي بيعملوا ايه ودولك اللي بيعملوا ايه الساعة 2 و 5 طيران من فوق رأسنا قالك هنعبر دخلات الكتابة استعدوا كل حد يأمن على الشدة بتاعته الشدة اللي هي فيها الزمزمية القناع الواقي الاشياء دي كلها لازم تقديه حاجة خاصة بتاعتك اللي هي المهم تتشد عالجسل اه ووزقوا علينا تعيين جاف وحاجات وفتروا مش عايب فيها ناس فطرت وناس ما فطرتش وده المهم بدأوا الكتابة تتحرك بنظام الخطة اللي كانت موضوعة كانت متوزعة بورق على القادة فالقادة كلها هتعارفوا هيعمل ايه مش محتاج تدرس ما فيش لقبطة زي سبعة وستين السبعة وستين ما كانش فيه قطة ما كانش فيه فبدأ يحصل تخبر تلاتة وسبعين كانت بالمل مش هحكي لك ما فيهاش غلطة ما فيش غلطة بالثانية ده هيا روح فين وده هيجي منين حتى بيقلك لما تعبر هتروح فين لما تعبر انا وصلت على خط القنال وفيه ناس في الموجة الاولانية اوارب المتطال اللي انا كنت بشوفهم هما بدأوا ينزلوا ويقدفوا يحملوا مدافع هاون صغيرة على المشاه فيه ناس كانت سبقت قبلها بليلة يقفلوا النفال الفتحات النفال اه من تحت المية ده فتحة بشرية بتاعتنا وده حانا لا نعلمه ولكن كل شيء كان ماش في كل الاسلحة كان فيه خلية نحن ولكن انت لازم تركز في اللي انت هتعمله عشان يعني وعبرته في اللحظة في اللحظة دي انا شايف الموجة قدامي وشايف الطغيران لما عدها بعدها بخمس دقايق مدافع قال اكتر من الف وربمائة طلقة كانت في الدقيقة على خط بالريف طوال ودول عدوا طلعم بدأوا يحتلوا بدأت الخراطيم المية تفتح صغرات عشان الدبابات والمضرعات العربيات تعدي منها أنا بقى معد في العربية شايف ده قدامي شايف المقصور وشايف ومن هنا بدأت عملية الانتصار على العدو يوم 6 أكتوبر واحدة ونص صمت مطبق اتنين الضهر الضرب اشتغل تمام بكل واحد كان عاربا منها وكان الاستاذ حسن العدل فنان الكبير والرائع احد هؤلاء الابطال اللي من الاخر تسببه في ان احنا قاعدين على كرسينا دلوقتي انا وكل الجيل بتاعي عايشين وبنتحرك وسعداء ورفعين راسنا